أحياناً الأنيميا تبقى ما تخلنا إحنا كأطباء لتشخيص سرطان يا سياتر يا رب سرطان إيه؟ حاجات كتيرة وبزداد سرطانات الجهاز الهضمي ودي بقى النقطة اللي أنا عايز أعلق عليها يعني الأنيميا سعاد بتبقى ما تخلي إلى تشخيص سرطان المعدة أو سرطان القولون بيبقى من الأنيميا نسبتها كيف؟ بييجي المريض مش شرطي نسبتها لكن المريض بييجي بحاجة اسمها ريفراكتوري أنيميا أنيميا غير قابلة للشفاء يعني بييجي أقول لك والله يا دكتور ألم خمسة شهور بحلل لقيت الهيموجلولين بتاعي ستة أو سبعة رحت للدكتور إداني حديد وعلى نقل محليل وإداني نقل دم وبقت كويسة بعد شهرين لقيت الدنيا رجعي التاني معه بس الأرقام تبقى واطية كده ستة وسبعة لكن اللي تسعة وعشرة وكده دول إيه؟ هنا بقى تشخيص الأنيميا أنا عشان أشخص أنيميا ما بكتفيش بعد الدم بس يعني عدد دم أهلاً ونسع لوها الـ CBC ببص في الـ CBC هل أنا عندي أنيميا بس؟ ولا عندي أنيميا وانخفات في كرات الدم البيضة أو الصفاحة الدموية؟ تفرق في حاجة يسمها أنيميا وفي حاجة يسمها بان سايتوبيني بان سايتوبيني يعني عندي التلاتة واطين التلاتة واطين يبقى عندي حاجة من الاتنين يعني نخاع فيه مشكلة يضطحال كبران وبيأكل الدم لكن عندي أنيميا بس يبقى هطلب للمريض أول ما شوف أولاً هبص عليه كلينيكياً هبص على عينه هطلب له نسبة الصفرة لأنه لو فيه صفرة عالية مع الأنيميا احتمال التكسير يكون قائم هبص على رقابته عشان الغدة الدرقية لأن الغدة الدرقية سواء ناشطة أو خاملة وبالذات الناشطة تلاقي معها أنيميا هنزل أبص على الغدد اللينفوية اللي في الرقبة علشان لو فيه غدد اللينفوية متضخمة ممكن تكون لقدر الله الأنيميا دي مظهر من مظاهر ورم في الدم زي اللوكيميا أو اللينفوما نعم أنزل لتحت شوية أفحص التحال بتاعه أشوف لون شفيفه أشوف كف إيده تمام؟ أسمع القلب لأنه ممكن يكون فيه تصارع في ضربات القلب أو خفقان زيادة أو لو أقدر الله مع الدرجات شديدة من الأنيميا يحصل تضخم في عضلات القلب تمام؟ وأبدأ أطلب للمريض الفحصان بدءا من نسبة الصفرة شوف الغدة الدرقية شوف نسبة الحديد مخازن الحديد نسبة تشبع الحديد في الدم ولازم قيس حاجة أسمعها عدد الخلايا الشبكية اللي هي الريتكس عدد الخلايا الشبكية دي اللي في الدم دي بتؤشر إلى احتمالات النخاع شغال إزاي حاجة أسمعها فريتين؟ الفريتين الفريتين ده مادة بتتقاس في الدم بيدي يعني معلومة عن مقدار مخزون الحديد بس خدوا بالكو الفريتين يعلى مع حالات التهابية في الجسم يعني يعلى مع تلايف الكبد مع التهابات الكبد المزمنة يعلى مع التهابات الرئة المزمنة يعلى مع بعض الأورام لأقدر الله طب لو حد ما عندوش أي حاجة منتي والفريتين ده عالي يبقى معناه الفريتين عالي ولا واطي لا الفريتين يبقى واطي يبقى مخزون الحديد قليل أقل من 15 يبقى الحديد والفريتين وحاجة اسمها التي آي بي سي اللي هو مقدار تشبع الحديد في الدم تمام؟ دول لو واطيين يبقى دي أنيميا ناقص حديد ترجمة نانسي قنقر